مبدئياً كده نقدر نقول إن أحداث مباراة الأمس في الجزائر بكل ما فيها من تفاصيل بتؤكد على شيء في منتهى الأهمية وهو شخصية واسم النادي الأهلي اللي دايماً عنده قدرة على إنه يفرضه على جميع منافسي يعني لو عدنا نستعرض كده شوية اللي فاته في ملعب رادس تلاقي شخصية الأهلي كانت حضرة بمنتهى قوة في ملعب محمد الخامس في كازابلانكا تلاقي شخصية الأهلي كانت حضرة بمنتهى قوة في السطيف في الجزائر وفي أي مكان حتلاقوا دايماً شخصية النادي الأهلي فرضة نفسها على الجميع عشان كده إحنا ثقاتنا كبيرة جداً 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 فإن فريقنا إن شاء الله يقدر يكون بطل بشكل مستمر ويعني برضو بالمناسبة الشيء بالشيء يسكر يعني الفرق اللي زي النادي الأهلي في العالم مش كتير قوي يعني يمكن أقرب مثال دايماً ناس كتير بتشوفنا هو قريب فعلاً من النادي الأهلي البايرن في ألمانيا البايرن ميونيخ اللي بيحتكر كل البطولات وبينافس عليها بمنتهى قوة إحنا ليه بنقول الكلمتين دول وليه بنشبه النادي الأهلي بالأندية العالمية لأن ده وضع الفريق الطبيعي ده وضع فرقتنا يعني إحنا مش جايبين حاجة من عندنا ده الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي الأهلي الحمد لله ضيف دائم على بطولة كأس العالم للأندية نضيف على ده كمان إن فوزوا بالبطولات المحلية والإقليمية واحتكاروا تقريباً لها كلها والفوز بدوري أبطال إفريقيا بعدد مرات يعني قياسي ده وضع تاني خالص